تتشرف جمعية مسجد الرحمن بدوار ولاد الحاج العربي ببلدية طواهرية جنوب ولاية مستغانم بدعوة المحسنين من أشخاص وجمعيات خيرية وجهات رسمية إلى المساهمة في بناء مسجدها الذي يسمح لكبار السن في أداء الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم للصغار والكبار تأخر في وطيرة إنجاز مسجد الرحمن كلف العديد من المصلين قطع مسافة طويلة لأداء صلاة الجمعة والحاج فغلول عينة ترسم لنا معاناة هؤلاء السكان حتى يصلي الجمعة أو قطرة كتوشحرة يقطع البحيرة هذا ويقطع الطريق ويقطع وما كانش غيرنا المتاقعي دين وقبار مثليك بزاف بزاف على كل حال على هذا الشيء اللي نطلبه من الدولة بات عاولنا ولا المحسنين حتى نكملوا هذه الجامعة إن شاء الله ونقولوا نصلوا فيه ورب العالمين لا يضيع أجر المحسنين ومن بان بيت لله بان الله بيت الله في الجنة بل كافير 14 سنة ولا 15 سنة وما طيبوا هذه القرية ما نجمتش ما طاكش بها تكمله خاصنا من المحسنين ومن الدولة تساعدنا فتوكملوا هذا المسجد مديرية الشؤون الدينية والوقاف لولاية مستغانم بدورها رخاصة لجمعية المسجد جمع التبرعات عبر مساجد الولاية يعني ماذا بنا؟ يعني الهبة التضامنية اللي كانت معه يزيدوا يديروا لهبة تضامنية أخرى من أجل يعني باش ننتهي من العمل التعاون نهائيا ورب يبارك في الجامعة وكان استفاد أيضا كذلك لأنه قلت يعني كان استفاد من جمع التبرعات وراح نعمل جمع التبرعات اللي توقفت بسبب الكوفيد راح تنطلق وحنا زرنا يعني كان للشرف أنني زرت عديد من المساجد اللي محتاجة ولما يعني نفتح التبرعات اللي بالطريقة الجديدة راح كل هذا المساجد اللي تحتاج إعانة فعلا خصوصا المناطق النائية مناطق الظل اللي راح تسفد من الإعانات فبناء هذا المسجد ليس أمرا صعبا أو مستحيلا إذا مات ظفرت الجهود في بناء بيت الله والإنفاق عليه يعد صدقة جارية يمتد ثوابها حتى بعد موت الإنسان